تابع الاسم الاخير اليوم معنا مش انا وسايدة بس رح اكون على الهواء رح تنضم لقلنا فنانة ونجمة وكانت بيوما ما صوت الضمير اللبناني كان من خلال صوتها من خلال اغنياتها من خلال وقفات العز اللي وقفتها كانت صوت الضمير اللبناني كانت صوت القوة اللبنانية كانت صوت اللي انت عم بتسمعه بيام الصودة يكون هو الصوت الابيض اللي عم يوصل على قلبنا وبعدها لهلأ باسكال سقر بتنور اي مكان بتتوجد فيه صباح الخير مرسي صباح النور مرسي لكم يا عمي شكرا كتير اهلا وسهلا فيك يا باسكال اليوم يعني الفن الجميل الفن الزمن الحلو هلأ صحيح تغيرت الايام بس الزمن الحلو دايما بيحكوا عنه بكل الاوقات شكرا الله يعني ولما نرجع نتذكر ومنرجع منبسيت ومنقول عن جد بعد في عنا فن أصيل بصوتك مغامرة باسكال مغامرة لا اه مش كتير ليه ما بعرف انا انسان حذر يعني انا وصغير يعني ما كتير بغيمير كتير بتأكد قبل ما اتصرف لهيك بنشوفك بيعد حالك عن هايدي المعمعات الفنية اللي بتصير مش كتير عجبتك يمكن الاوضاع مش كتير راضي عنها وين كنت توقفي وهلأ شو عم بتشوفي ما هو المشكلة الظروف كلها تغيرت وما بقى هيك في يعني بيقدر الواحد يعطي متل ما كان يعطي قبل ان كان بالكمية او بالمواضيع اللي كنا نتطرق الها ما بقى في الدنيا صايرة كتير مادية وانية واشي هيك ما بتدوم كتير سرنا عم نشتغل متل كيب يقوله عكس الطيار بس انه اكيد كتير حذرة اكتر بشغلي هلأ بس انه منضل نعطي شي مميز وإلا ما بعطي شي نعود بالبيت مع العائلة افضل انه كل هالمعمع اللي عم تصير مش لك تحسي حالك غريبة عن الجو يعني هو الحلو لك الحلو انه الناس بعدها عم بتقدر نحنا شعب زويق مزويق يعني شعب حضارة كذا ألف سنة ما بتروح هيك بيضل مزويق بيضل يقدر والمهم نحنا نعطي شي مميز ونضل موجودين وعم نضل نشكر الله موجودين رغم انه قلية الانتاج يعني لانه الاشياء الحلوة بتتخطى الزمن يعني هون السؤال باسكال انه الناس الجمهوري اللي بيحب باسكال اللي بيحب هالفن الحلو الراقي بيقول طيب انه عم تعطوا انتوا مسيحة لما عم تبعدوا عم تعطوا مسيحة لناس آخرين هن يدخلوا على الفن يعني بدي كيقلك بصراحة انه عم بيبعدونا يعني انه بطريقة غير مباشرة مين وكيف يعني هالفنانين الجديد يلي قادرين هني يمولوا حالهم مشاريعهم كبيرة يعني بتتخطى حدودنا العمل المجدي يعني عامل المجدي اكيد لما بصير فيها القدي سخي على انه يضلوا موجودين ان كان على الهوى ولا بالتلفزيونات نحن هيك بشكل غير مباشر ما عم نقدر نضل موجودين يعني بس انه نشكر الله بيضل فيه ضمير عند كل وسائل الاعلام وعنه نحن ما معنا ندفع يعني اعمالنا منقدمها في كتير اشعى منقدمها بدون شي وفي كتير اشعى منقدمها باسعار الكلفة مثل ما بيقولوا حتى بس نضل موجودين ونضل نقوم بهالرسالة اللي عم نقوم فيها بس اغنياتك ولا مرة ولا مرة اختفوا ولا مرة راحوا مشكر الله اسمك ولا مرة انتسى هيدا اللي زرعتي عم تحصديه بعدك حتى الجيل جديد بيعرفوا ميني باسكال ساقر يعني ايه مشكر الله وهيدا شي بيجنن كتير خير الله لكن الفضل بيعود اول شي للناس الكبار اللي تعاملت معهم يعني اذا واحد عنده صوت حلو اللحن مش روعة او الغنية مانه القد مهمي الموضوع ما بتوصل ولا بتضاين يعني بدي اتشكر اكيد استاذ اليسر راحباني والله يطول بعمره ويضل بصحته بدي اتشكر الله يرحمون يروحون يعني استاذ ملحم بركات استاذ وديع الصافي استاذ وجدي شي والله يطول بعمر استاذ اليشويري هلأ وكل الكبار ان شاء الله يا ربي ما كون نسيت اه استاذ انتوان جبارة الله يطول بعمره اكيد وهي غنيت العيون العسلية اللي عم نسمعه كتير هلأ فانا بتشكر كل هالكبار اللي اشتغلت معهن وبعدين في حقيقة باللي عم نقول وهيدا كمان عنصر تاني بيخلي الاغنية انها تستمر اذا بديك تقيمي يعني الصيف الالفين وتسعة عشر فيما يتعلق بالمهرجانات عنديك عتب على بعض المهرجانات لكن انا ما بحب عيتيب ولا بحب اندم ولا ما بحب كل هالأحاسيس النجاتيف يعني بقول positive vibes يعني إلا ما يرجع ما هي الدنيا بطبرو عرفتي كيف بديك تسألي وشو بعرفني ما بعرف يعني لشك انه في ناس مستلمي الوضع بالفن يعني بتشغل ناس وناس ما بتشغلها ما بعرف شو فيه حسابات انا ما مثل ما قال انا ما بفوت بهالطبخات يعني بس بيضال فيه بلديات وناس بتقرر لوحدة عندها قرارة ذاتة وبتتصل فيه يعني انا اخر مرة حضرتك فيه على مسرح بترابلوس بليلي لبنانية ممتازة وشفت الشعب روحة روحة كانت وشفت الشعب من كل الأجيال ادي تفاعلوا معها نعم واكتشفت انه الشعب اللبناني ما بينسى الاشياء الحلوية ما بينسى وبيحاجي لهول مظهور وبيتفاعل معه وبيغني معه وبيرقص معه مظهور قدمتوا ريبرتوار رائع بوقتها مظهور طب ما زيل الشعب العادي بدوا هول قصص ما هي المشكلة كيف بالسياسة الشعب بمال والمسؤولين السياسيين والمسؤولين الفنيين بمال دايما الناس مظلومة بتعطيها اشياء مش دايما هي بدي اياها مظلومة يعني هاي القصص انا بفكر حلوة تتكرر اكتر من محال لازم احنا بتكل عقلنا شو بدنا نعلم انه نضل موجودين رغم كل العرائيل يعني مستوع بانك انت صوت الامل اللبناني يوم ما يعني صوت اللي بيحمس اللي بيحفز الصوت الثورة اللبنانية الوطنية مستوع بهالهالي اللي كنت فيها يعني وهيك هالقصص انا بسمعهم هود دايما من كل الناس بس انه بسمعهم عادة يعني ما بتأثر انا زعادة بيقلي هالكلام ما بعرف بدي اهم تضرب الانا عنده انا بسبب الانا اللي مهم الغنية تضرب مش انا انا ما بتأثر بحس كأنه حدا تاني مغنيهم يعني ما بتأثر بهالشي لمهم انه عملوا مفعولون وفعلا دايما بسمع من الناس انه هاو الاغاني خلونا نصمد خلونا نضل موجودين وبعضهم لهالق كل اللي برا بسمعون وفي حنين لهالاغاني بس صدقيني بحس كأنه حدا تاني مغني يعني انا ما بتأثر لما بسمعها شيء هيدا لمهم انه الرسالة وصلت مش ضروري انا اوصل يعني هيدا 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 راسي اكيد اكيد احنا عنا تاريخ بجنن مش لازم ننسي ان كان فني ولا حضارة سوري تفضل لا تفضل لا ميخد الاتصالات ملاشو المواطنين الكلام لعليك اليوم احنا بنسمع يلا مالا اعلو كي ساعة صباحكونا الحلو اهلا وسهلا فيك سعيدي واندري انتو بتنقو النوعية مش الكمية سدوني استاذ جزاف ابي خليل اهلا وسهلا فيك ايه جزاف شكنت بتمنى شوف باسكال على ادراج جوبيتير ببعلبك كلها بتمنى هي شكنت بتمنى شوفها بالفعل بالمهرجانات بعيدة ببعضكوك جزاف شو تخلوني احكي ولا ده بلا بلا يا عضري صدقني ايه انه حرام ما يكون هالصوت الحلو عم يصدح صدقني من قلبي عم قول بدون مواربة لانه هيدا الصوت واغنيها يالي ما بتموت وما رح تموت بإذن الله باسكال انا بشد على ايدك وبقلك الزمن قاتي واليوم قاتي وراح بيضل صوتك الى عالية بسمع هالوطن الحلو لحتى يبرم العالم بيضون الله حياتي انت خليلي اياك يا جزاف الله يخليك وتسلم اياك ونحنا بنفتخر فيك كمان على شاشاتنا الله يخليك طول عورة هايدي عايدة نشان على صدرين الله يخليك اهلا وسهلا شكرا كتير للا نعم اهلا وسايدة انا ببوزكون لانه بروغرامكن اه مميز جدا جدا شكرا وخصوصا يا عدري لما بتفلل نمي اهلا وسهلا شكرا للك انا عم نتابعك بموجة غضب اهلا ننتجي اللبناني ان شاء الله هيك ضل عاما شاء الله بس بدنا نقول كمانا انه عم بيشوفوك هلأ باسكال مرسي أستاذ جزائر باي حبيبي على فيسبوك بيج فاصل الحييون كل يلي عم بتوصلوا معك كمان سامير حبيق بتقليك من حبيك حبيب ثانكيو يا عمي مرسي تمام مداخلة بقدر انا اوجه تحية لأصحاب للي في عنا شخص بامريكا اسمه إليو أبي عقل انا بدأتشكره كتير لانه عم بيتعامني كتير كتير وهلا عملي ويبسايت باسكالساقر دوت كوم عم بيشتغل عليه انا بتشكرك إليو بأميركا وبدأتشكر توني سلوم وريتر عيدي وماريو أبو أنتونيا مش مشكلة ماريو ماريو وكل الأصحاب والأحبة ورولا أيوب كلهم بيتابعهم يعني صار فينا نتابع أخبارك نشاطاتك على الويبسايت قصصيك على الويبسايت الخاص فيك ويخطي منيحة بالسوشال ميديا بالفيسبوك عم تدعى سداياسي بالسوشال ميديا لا أنا بس فيسبوك منتابعك إنستغرام ما بحسب عم ترجع يتعيدي هيك مقاطع حلوة من حفلات في مدخلة أهلو نعم مونجور أكيد أكيد الله معيك ثماني ثلاثة ثماني أهلوة منتابعك بدي أرجع أبل بدي أرجع للموضوع اللي كتابة حكيكي فيه توصل للسطراد كنت الصوت الثوري مثل ما قالت بعد الأغاني موجودة هلأ 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 تسمعي حدا بيحفزيك مثل إنا نحن نسمعي وتحفزينا على حب الوطن في موجود بعضه هيدا شي موجود هلأ بالشباب الصغار اللي عم بيطلعوا مثل ما حدتك قلت كلهم عم بيتابع وفيسبوك ويوتيوب وعم بيتحمسوا على الأغاني تعرف نحن النبض بيبقى نحن وصغار هلأ الكبار اللي من عمرنا أنه أنا منهم يعني بس ما بدي أقول لأنه أنا مفروض لا مش هنست عن عمر مش مفروض أقول أنه أنا شوية عندي إحباط من الوضع مش مفروض لأنه الفنان عنده رسالة يعطي الأمل وهو يكون القيادة يعني فأنا مفروض دائما نظلني بوزيتيف بس أنه اللي من عمرنا عم بقول ما عندهم بقى كتير هالحماس لأنه ما عم نشوف شي عم بيتغير يا عمي مرشي كله مش بعضه أنه ما بدنا نحكي أكتر من هيك أنه إن شاء الله الأغاني تضل تفعل بس نحن نفسيتنا منا عم بتواكب هالحماس الموجود بالأغاني هذا اللي عم بقوله بسكال يعني غنيت باللهجة اللبنانية وصلت للجمهور العربي ككل الجمهور العربي بحب بيسمع أغانيك وعرفت الناس من خلال أغانيك على لبنان نعم هيدا اللي بلشت فيه ست فيروز أكيد مالاش عاملك نحنا ورسي تاريخ كبير إن كان فني ولا حضاري نحنا ممنوع نغلط ممنوع نعطي شيء أقل وهالرسالة المفروض نكمل فيها يعني وقت اللي كانت الأغنية المصرية تسحى الشرق كله إجيت ست فيروز والرحابني أكيد يعني كل هالجروب الرائع مل الشرق كله بحضارتنا ولغتنا وكله نفهم علينا يعني وهكي بيقوى البلد يعني بيقوى بفنه على أمريكا مساء أوكي يمكن قوية بالعسكر ولهيدا بس أقوى أكتر بالانترتينمنت يعني كل شيء فلومي وموسيقى وكتير شغلة مهمة الفن على سيرة الفن والانترتينمنت وكلها القصص أكيد عم تتابع برامج اكتشاف المواهب وأكيد عم تشوفي اللي جاني التحكمية هل يستحقون يعني أنه يكونوا حكام لاكتشاف مواهب البعض الكل كلهم مش كلهم ما حدا منهم ما بعرف لا هو بالنهاية برامج بتسلي ها أول شيء بتسلوا الناس وتاني شيء بالنهاية هو الحكم الشعب يعني الناس اللي عم بتشوف يا ما في ناس بتربح أول جايزة الأولى التالي تبيربح أكتر بعدين بالإنتاج وكذا لأنه بالنهاية أنت بدك تسوقوا للناس يعني إذا ربحت حدا والناس ما بتحبوا ما بيروحوا بيحضروا كيف الفنانة بيستمر هلا بيكفي أنه يطلع ببرنامج يعني وخلص برنامج يعني مشاهد بكل القنوات العربية خلاص بيكفي أنتوا قبل كنتوا تتعبوا لحتى توصلوا هلا بصراحة ما بعرف بحس المادة صارت هي اللي بتوصل لسوق الحظ يعني كيف بس بتوصل لحد ما أنه ما بقى واحد يصرف على حاله ما بقى بيوصل بس نحنا نشكر الله أنه بدون ما نعمل شيء الأغاني هي عم تفرض حالة هالفرق مداخلات المستمعين أحلى صباح لأحلى ظهرت وارد منورة إذاعة صوت لبنان الله يضيم هالصوت الرائع باسكال بتقول باسكال سقر فخامت لإسم تك فيه متل هجرة الأرز حبيبي thank you مغم طال الزمن ما بتتغير بتكبر إيمتها أنا وعيتها على أغانية حبيبي الله يخلي يكون يا عمام حبيت اسمها من وراكي اسمها باسكال لينا كمان منحبك كتير باسكال أحلى صوت باسكال سقر كمان ما فينا نسمع فويس عمر عم يحرق من ميل وإنت بتعمر من ميل باسكال سقر رمز للمعنويات هو عم بقول عمر شفت لاش ممنوع نحكي شي تاني لازم نضل له هيك متفقلين متفقلين نحنا دايما إن شاء الله فقلك تحية وسلامة كتير كبير من الممثل اللبنانية اللي بتحبها كتير كارلا بوتلوس هي عم تصور آه كارلا حبيبتي أخدي بايك وعم تسمعنا حياتي كارلا سلمولي عبنت الأرز حبيب تقلب يا كارلا منفتخر فيك كمان نحنا على فكرة الدراما اللبنانية رهيبة شو طالعة ها؟ تذكر وقت اللي كان الأتراك وهو دي طاغين والمكسيكا مكسيكا كارلا ناطرينك ضايفة عنا إلي اللي عمت فيك بس ما يكون عندك تصوير عيسى بقلك ناطرينك بالجنوب بالجنوب؟ يلا حضرولي شي بننزل يكون الوضع منيح بس بس كال هلأ يعني منعرف فيه عييد الميلاد وبلشوا المناسبات يعني عم تحضر شي له هلأ كريستالات ميلادية أو حفلات هو فترة الميلاد فترة رائعة بحبة من كل قلبي لأنه أول شي بلتقي بولاد ومساب لك كل سنة تعمل شي على هالمناسبات أكيد لأنه بتعرف الأغاني اللي عطاني يون الأستاذ الياس رح بيني ما بتموت جاي بابا نوال وفرح وزيني جاي بابا نوال وعم ينزل التلج وهالأغاني الحلوة ومع ولاد الحلوين بدي تشكر كتير مادام كريستال عيسى يلي هي بتبقى مستلمة كراء لولاد أنا شي ميت ولد دايما برفقنا بهالمهرجانات وصوت الولاد أحلى شي بعيد البلاد يعني أنا أنجا بقول هني بغنوا وخلاص وصوت الألو كمان أحلى شي بها الحلقة ألو ألو الله معك أندري أهلا أحلى أحلى صباح أحلى صباح أهلا في طويل عمر أنا بدي إليك الله يأويكي مرسي نقطع الاتصاق ألو 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 أغاني كتعلم بالمدارس و بالكونسيرباتوال كمان الوطن تصبوت إن كان الوطنيات ولا الدينيات خاصة و شوية الأغاني العاطفية نشكر الله يعني أنا بقول في كتير ناس بيقولوا ما أخذي تحق أو حرام ومدري شو أنا نشكر الله يعني أنا بكتفي شفتي هالكلام الحلو من الناس هيدا أحلى شي ناس وفية يعني يعني كتر خير الله هيدا أحلى شي عندي و إنه هالأغاني عم تستمر مع الجيل الجديد شو بدي بعد أكتر من هيك المصاري بتجي وبتروح و مشكل شي هي يعني بينما بينما الكل من حلوي ربنا موجود ربنا موجود إنه عم نضل نقدر نكون موجودين بمناسبة حلوة و شكرا الله يعني كنا عم نحكي بس تحضيراتك لاريسيتال مثل العادي يعني مع مادام عيسى كريستيان مع الولاد و رح يكون معنا فرقة حلوة سكسوفون بيعطي حلو والجيتار والأورج هلأ بتعرفي قد ما الأوضاع صايرة هيدا يعني قبل شهر ماكسيموم عم يكون كل شي أكيد يعني هلأ بعرف إنه عند ريس جبارة بجديدة رح نعمل شي كبير وعند أنطوان الله يرحم رمو صحيح و هلأ هيدا لحد هلأ هيدا أكيد ويمكن شي بعان سعادة بس إنه عم نحكي ده بتفرح بالتفاعل يمكن بحمدون كمان سوري بدي بس قطعكم سنت الماضي عملنا بمناطق سوري إذا نحكي مع إخواننا دروز يعني أو إخواننا المسلمين شي كتير حلو كان التفاعل رائع كتير كان بحبوا هكذا كل اللبنانيين بيحبوا هيدا العيد نعم نحنا شعب واحد شوال حكي بفرقونا بلا طعمي في عندها بس خليني يقول إنه الأصدقاء اللي عم بيشوفونا على صفحة Voice of Lebanon 100.5 FM على الفيسبوك منحييون مالك عبيد الله يسعد صباح كنوا منورين أنتو ضيفتكن ماريو أزة تحية طيبة لباسكال ماريو إذا حدا بيحب يغني أو يعيد بعض الأغاني لحضرتك ممكن تسمحي أو ترفضي يعيدون عم بيغنون بالحفلات عم بيغنون بالحفلات إيه بس تاي سجلون محلوة يعني يعني أنا مساء هلأ عدت وعدوني ونطروني بطريقة تكنو جديدة لأنه بتروع على المحلات بالليل بتسمع أغاني السيد فيروز عم بيجددون على طريقة تكنو جديدة بقلت يا عمي قبل ما يسبقونا الشبيب تنعملون نحن أسفهم عدوني ونطروني بتنلعب مهدومة عمليها بطريقة حلوة وبدأت شكر مسوي جورج مارتينوس ياللي ساعدني أنه نعملها تتخيلي الفرص اللي صارت لك فرص شو وقفتي على كنت بعدك طفلة صغيرة بلشة بأول طريقة وقفتي قدمتي مسرحية قدمتي دور الشحرورة صباح هالعزم اللي انفتح البواب اللي كبير اللي انفتحت لك الديش كانت مهمة لصبيه اسمه باسكال سقر عنده صوت روعة نشكر الله عنجاد لا أنا كنت إنسان محظوظ جدا وبقول يمكن أنا لو بدي بلش بهيدا العصر ما قدرت أعمل شي لأنه عنجاد قبل لك فيه ظروف بتصير تجتمع قصص وبيطلع نتيجة يعني فيه المحب اللي كانت بعد الفنانين نسمعهم ماشي كرخناقات تصريحات كمان هالألف اللي بياناته اللي اختفت لك ليه اختفت الألف اللي بياناته صايرة الشغلة لأنه ما عم بيقلك لما بتفوت الماديات بتروح النوعية بتروح المبادئ عرفت كيف وبترجع أيام الخير وما بيعود فيه هالتعصيب والغلاء وترجع العالم مرتاحة أنا بقول تعرف شو إنه إذا كل نهار بنحطوا أغاني فيروز حتى إذا اتنين عملوا حادث على الطريق ما بقى بعيتوا على بعض مثلا والله إنه بتسمعي شايف البحر شو كبير إذا أنت عم بتسوقي وعم تسمعي هالترتيب والأخلاق العالم كمان بتأثر على الناس من ناحية الأخلاق يعني ريمة الرحباني طلبت من الكل إنه ممنوع حدا يغني لأونيات السيدة فيروز خاصة إذا بينزعوها إذا بينزعوها ممنوع بس فيها تغنيها صح هلا عن مسرح أوكي بس طي يتسجلوا ومنع إنه سئيلة ده السسام عم يعطوكم حقوقكم كفنانين بدك تسأل الملحنين والمؤلفين هوني بسيد السسام حسما بسمع مش كتير بس يعني لو مثل بلاد برا الناس بتعيش من غنية مش مجبورة تشتغل يعني باسكال خلينا نسمع مداخلات المستمعين رقم من خارج لبنان هلأ انت لازم تعرفي مين صباح الخير ست باسكال وتحية لست سميرة وست سيدة ولات المستمعين الكرام معكم إليو آه إليو إليو حبيبي سنسيناتي أوهايو بأميركا بحب بس بالأول هيك اشكر صوت لبنان استيضافتهم لست باسكال الله يخليك للفنان الأديرة والعريقة والحضارية طول عمرك يا إليو بحب ذكر المستمعين إنه نحن هلأ يمكن عم نمرق بمصاعب بس من خمسين سنة لهلأ مرأنا بمراحل أصعب كتير من هيك وإذا حدا عنده أي شك أو أي ضعف بالإيمان بس يتسمع أغاني باسكال ويتذكر قديش نحن شعب هوي وجبار حبيبي الله يخليك الله يخليك يا إليو بحب إليكم هلأ إن شاء الله يكون هالويكادي عليكم حلو وخير مرسي إليو شكرا شكرا الله يخليك طول عمرك أنا إليو شكرت وبأول يعني عن جد أنا عن اتصال معه هلأ عن جديد وكتير إنسان محمس وبيو شهيد من الجيش اللبناني يعني تحية لروح الوالد يا إليو أنا بتشكرك عكل شي كمان بيقولولك أهلا وسهلا فيك ببيتك التاني بالجبل آه يلا إن شاء الله أحلى ناس كمان بتحييك أحلى باسكال الله يطول بعمره أبو أرز تعلم من التنس أنا وصغير كمان رقم التبت آه محمد الآغة كمان بيحبوك يا هلا يعني بتشوفي هالناس عن جد محبتها كبير كتير شكرا الله هيدا رأسمال الفنان إيه والله نشكر الله أنا ما بدي أكتر من هيك بصراحة بس لغياب باسكال عن الساحة الفنية بيأثر بمكانين ما عندهم؟ بأثر من أي ناحية من ناحية إنه إنه دا ينسوا ما رح ينسوا لا ما بينسوا بس إنه ليش باسكال سأر غيبي؟ ما عم نقول لاش ما هو الوضع إنه نحنا بدنا إياها بالرغم من كل الظروف بدنا إياها شو بديك نعمل؟ لما يفرض عليك وضع معين إن كان فنياً ولا سياسياً ما عم بظل نجح نحكي السياسة ما كله محلق بعضه ما هاي المشكلة وحياتك شايفي لو في عنا وضع سياسي مستقر وراقي عفت كيف؟ ومرتاح كله بيرتاح يعني كما يولى عليكم تكونون مش العاكسة نتبه كل شي الرأس منيح كله بينزل لتحت بس ما هو الوضع كله صاير مادة وفي قلة وفي مبارزات وبطرق مش حلوة يعني عم نروح بتدرب يعني نحنا بعدها الغنية بتغير الغنية بعدها بتغير قصص بعدها بتغير التفكير هلأ يمكن بعدها بتجيش بتضل تجيش وبتضل إنه هلأ بدي قللك شاغلي لما بلشت الحرب شو اللي خلى لبنان يصمد غير مسرحيات وأغاني السيد فيروز وغنية عن لبنان أنا كمستمع عم بقول هلأ المستمعين نفس الشي يعني بتضل هالأغاني تعطيهم هيك بضل خميري فيهم طي ضلهم صمدين وإلا ما يبرم الدولاب ما هو الدنيا زمن يعني بس بدك يلحقنا إذا مش عأيامنا شو بعرفنا با أنتوا طويني الدولاب نحن هلأ زمن رديق زمن فني رديق وحياة رديق بس مع السوشل ميديا اليوم نشوف إنه سهلت هالأمور خاصة على الفنانين الجديد يمكن حتى كمانا على الفنانين موجودين على السيحة إنه على السوشل ميديا معمول غنية بنزلها مزبوط صارت أسهل مزبوط صارت أسهل نعم ليش ما منستعملها ليش باسكال اليوم ما بتستعمل كمان هالطريقة لا أنا أنا على فيسبوك ناشطة كتير هلأ مش دايما أنا بفوت إنه ما عندي وإنه عندي وقت أو جلد بس إنه لا على فيسبوك موجودة وفي ناس كتير عم بيساعدوني هلأ إليو مثلا من أمريكا عامل ويبسايت لإليا باسكالسار دوت كوم في الأحبة توني سلوم وماريو أبو أنطون وريتا على الفيسبوك عندي أنا عندهم أرشيف لإلي رهيب أنا ما عندي إيهن لا أنا أنا بحطهم بس إني بيبعطولي لحط يعني أنا عندهم إشي أنا ما عندي إيهن هيك حسين ماشد صاحبة الصوت الجميز صوت لكل ما بتعتق بتجوهر صوت بيش بالتنين ببحر وجبل وتلج وشمس وشرق وغرب وكل الحلاوة اللي بيتخيز فيها وأنا هون بديق كل واحد بيحكي شي مش مني عن الشعب الحق على الشعب والشعب أحلى شي بالعالم عنا قدم كل شي فيه تطحيات بيش في معه شي قدمه مها هي إنه إيه إنه ما تلو مو بشي يا خياني خلاص وقفوا وقفوا هون إذا بدرجع شفايلة ورا هيك بحد اللعبة صغيرة بتلعبها معي هلو لعبة ماضي والحاضر لعبة ماضي والحاضر بتستعين بقى غليكي غنيتي بالماضي يا سارق مني مكاتيبي بهالزمن كيف بتغنيها الغنية وخلينا على المكاتيبي على السوشال ميديا على الواتس أب والأساس ماش الحال لايك حلو واحد كيف تتخيالي حالا كيف تتخيالي حالا سارق مني كيف بتخيالها ما رح إلك إنه هي مالزو كذا تعرف إنه بالواتس أب وكذا ما بقى فيه كمان روح بالخط كان يبقى الخط يعطيكي فكرة عن روح الإنسان هو عم يكتب صار كله الناس تكتب نفس الشي إنه هاي دي شغلي كمان عم تتخلي القصة تصير سخيفة ومش حلوة ما بدك بتخليها مثل ما هي خلينا هل إنت مثلا بتروح تشوف بيت عمره لنقول مئة سنة مش أحلى الحجر طبعه بس في حد يباست مدير فينا الجاوب في محمد آغا مستمع بيقول بتصير يا سارق مني مصارية المصاري ايه وايه اشتقنا لك يا بيروت واشتقنا للصور لا شو اشتقتي ببيروت بالبنار 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 بدك قل لك شغلي بعضه الصهر ببيروت أحلى شي بكل العالم وحيات العذرة معه ممزح يعني وين ما بتسافر كل الناس اللي بيجوه هلو ما في نايت لايف متل لبنار هالغنيه كمان بتلعب كتير إن شاء الله نشكر الله بالبابز هاي كمان نخرج إنه نعملها جاتذية تجديد لا مي بتقول يا حامي الحما يا حامي الحما بيضلوا للجيش وللشعب الشعب نحنا وقت الخمسة وسبعين يعني الحرب اشتدت ما كان فيه قرار سياسي للمدافع عن الوطن قيم الشعب عمل جيش فنحنا الشعب والجيش من الشعب أردك الكرامي وشعبك سيف النار طير النار طير النار أنا كتبهم غلط على فكرة اليوم كتبهم غلط أنا عقق علي هديك بتضلك سيفي أردك الكرامي شعبك ما بعدنا عم نحكي عن الشعب العظيم نحنا شعب بعد الشعب عظيم بعد في الخمير نحنا شعبنا يا عم ما بيتغير ولا بيموت بس بدنا الظروف تزبط يبرم شوي هالدوليب ما هي المشكلة كلها خارجية كمان وداخلية ما كله في طب بعضه تعرفي هدي التكنولوجيا والعالمي ها أنا ما حبيتها أبدا يعني بحس خاربيت أكتر مما حسنت يوم بالشوارع صوت الشعب الطالع هالأغنية الرائعة أستاذ أنتوان آخر شي عملنا لا لمسلسل كل الحب كل الغرام الغنية ورجعنا آخر شي كمان ذكرى المئوية التانية للمعلم بطرس البستاني عملنا لقصية دي يعني هاو آخر شي هلأ في تحضير لأغنية جديدة رح تكون وطنية أو ميلادية من العرب ما بعدي أنا أوقات بتجي القصص ما ليش بقلك أنه نشكر الله من التكر على الله أنه فيه إشي بتجي أوقات هيك فجأة وكتير مرتبة وما بنكون محضرين لها أو شايفينها يعني ما بتخططي باسكال أنه أنا صار لفترة نزلت آلبوم هلأ لازم بنش لا لا ما بعم فينا نخطط نحنا هلأ بوادع نحنا اللي عم نقوم بالفن اللي هو للفن ما عنا قد نخطط أيام الحرب كنا نخطط يعني صور لأنه كانت الطريق واضحة ونظيفة عرفتي كيف كنا نعمل مسرح ست أيام بالجمعة يعني مينموم يجي ستمائة شخص وفي ماتي ناوس وريك وماتي ناوس وريك سبت أحد إنه دنيا تغيرت هلأ صارت الأرقيلة هي الرئيسة عرفتي كيف شو ما أنا عمي خلينا ناخد دخل من الغنية للأرقيلة يي قدمني بلال من بريز كمان بحييكي ميشيل من كندا فويس حياتي الله يخليكم نسمعه بشكل سريع بشكل سريع بشكل الله يقويكي عب حكيكي من تورونتو وعنا هلأ الساعة حوال الخمسة إلى عشرة ونواتر اسمها الصوت الحلو وعلى طول من تابك من وراء أغنيكي وزيري أرستين بعتلكم صور بجنيني واحدة سميته باسكال وعتي سميته على اسم بنتي يا حيات قلبي أنا متشكرك يا عم حيبكي ونو اشتماعاتي روحاتي ومجيتي عندي شي خمسة وثلاثين شخص من بيت ضارير اطلق يون حوالي شمال ويمين من ضارير ناقصك بس أندري في وليد عمي بكندا يمكن حدا منهم قديش قدي أثرتك زارة أرزي تسميها باسكال عن جانت هايدي ما بتصير أنا بحزن تعرف ليش لأني بدي هالوطن بقى يزبط ليرجعوا هالناس الطيبين الحلوين اللي قاعدين برا وعندهم حسرة إنهم يرجعوا بكفينا بقى هالسياسيين يعني ما بعرف شو بدي أحكي يا عمي أثرتك أثرتك موضوع الأرزي أثرتك بلال لكنت بمدرسة الكبوشية بالحمرة إجت باسكال زارتنا هاي القصة بثمانينات والله عن سيئة يا حياتي الله يخليك يا عمي شكرا ستة سبعة واحد صباح الخير محلو موش بارة يلي توفى يعني صحيح مديخة لإخير مديخة ألو ألو بونجور بونجور أول شيء تحييت بي إليك سيدية بونجور أهلا شكرا حبيبي حبيبي خليك وبتمنى على المخرج أنه يحط بعض من أغاني بس كان سقر على الإذاعة المسجلين على أيام الحرب إيه ذكر متنعات ولكن كل أغانيها حلوة الله يخلينا وكلهم يستمعوا طويل عمرة وريحوها من وقت لآخر بأغنية حلوة بأغنية حلوة كانت تغنيها بها الزمان الغابة الله يخليك يا عمرة يلا هلو بس مع بعض المقابلة نحن لايف فيسبوك ما فيها خليني بس أخد كمان مدخلات المستمعين على الفيسبوك اللي عم بشوفونا على فيس أوف لبانون مية فاصل خمسة ريتا رعيدي أجمل وأحن صوت باسكال هاي أختي ريتا تيرام هنة الله يحميك يا باسكال يحميلك صوتي كمان توني حجار تحياتي ست باسكال من زحلي يا حياتي زحلي حبيبة قلبي أنا خلقت بزحلي حبيبتي زحلي أنا اللي بقع بحبكت اي دخيل لو تقصع بسؤال بيقلولي أنت من وين خد بقى من عمدي شو بدي جاوي ما بعرف خلقت بزحلي أمي من اللي بقع خلقت بالبقع جاوزة من من شويفات وأصله من أستراليا يعني وعايشين بالنقاش وعايشين بالمطايلب هلا نقلنا نفوزنا على المطايلب عن جد أنتها واحدة وطنية باسكال يعني غير أنه راح ننطرك بالميلاد بالرسيتال ميلادي إن شاء الله عن جد يكون هيكي أعمال تكون غزيرة إن شاء الله يا رب إن شاء الله بالمستقبل القريب إن شاء الله أنا بدأت شكركم كتير لهاللقاء الرائع وهيكي فرصة أني أرجع أحكي مع كل هالأحبة الحلوين نحنا بننطرك سات البدك ريلا أنا جاي إلى عندكم أوكي والناس اشتقولي كمانا الله يخليكم مرسي وشاء الله تكوني موجودة يعني هيدا الدعوة لأ أو المناشدة لأصحاب المهرجانات فيه ناس حامل لبنان بصوته دعينيكي إلى فنزاني قهوة آه إيه ويا حلو كتير مع أني ما بيش ربقهوية خلاص بالتبرش يعني أهلا وسهلا فيك الفناني باسكال نحنا رح نتابع الحكي بس بعد دقائق وهالأغري من الباسكال وهالأغري من الباسكال شكرا لكم شكرا لكم